إعلان تاريخ حقيقي يعلن فيه المسلمون أنهم يكفرون عن ما ارتكبوا بالعودة إلى أهل بيت نبيهم صلوات الله عليهم أكو أحلى من هذا الشيء؟ والله هذا عيد الأعياد يعتبر إذا حقيقة نادى المسلمون لمثل هذه الخطوة الشجاعة المبدئية الصادقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله نجتمع جميعا على الكتاب وعلى السنة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله التي بيّنها العترة التي بيّنتها العترة صلوات الله عليه ونجتهد ما نستطيع أننا نحاول أن نجعل أنفسنا على هذا الدرب على هذه الطريقة على هذا المنهج وأن نحطر أنفسنا وأن نبني مجتمعاتنا على أسس صحيحة فتعلو أمتنا إذا حصل مثل هذا يمكن لنا حينئذ أن نفكر بقيام الولايات المتحدة الإسلامية دولة واحدة فدرالية عالمية من المحيط إلى الخليج ومن المحيط إلى أندونيسيا تصير بعد ما الشكل نصف العالم يمكن أن تصير ولايات متحدة إسلامية كل قوم كل شعب يحكم نفسه ما يكون مشكلة ما عندنا مانع بس الجامع المشترك شنو لازم يكون الكتاب والعترة الولايات المتحدة الإسلامية ما أجمل ذلك أمة واحدة قوية ملتفة حول أهل بيت نبيها صلوات الله عليهم أجمعين هذه الأمة التي يمكن أن تغير التاريخ أما مو أمة مالك بن أنس ولا أمة الشافع ولا أمة أبي بكر وعمر